واصل مجلس الوزراء مناقشته للمحددات الرئيسية للبرنامج العام للحكومة في إطار الأولويات الملحة وعلى ضوء الخطط القطاعية المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعية اليوم برئاسة خالد محفوظ بحاح كلف الأمان العام بإعداد مسودة البرنامج العام للحكومة مع استيعاب الملاحظات الواردة في نقاشات أعضاء المجلس وتقديمها للمجلس في اجتماعه القادم مجلس الوزراء ناقش أيضا ما يخص الحكومة في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والخاص بتشكيل لجنة مشتركة مع أنصار الله لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني ولجنة أخرى بمشاركة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني هذا وكان المجلس قد استمع من وزيري الدفاع والداخلية إلى تقرير عن الأوضاع والمستجدات الأمنية في عموم محافظات الجمهورية والجهود التي تبدلها مؤسسة الدفاع والأمن للتعامل مع التحديات القائمة من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار